السلام عليكم وحمد الله السعادة السفير عبد الشيخ محمد البشير الناتق الرسمي باسم الخلافة المردية باسم فريد الشيخ الخليفة يرحب بكم من جديد في مدينة الطوبة المحروسة في هذه الزيارة التاريخية التي تقومون بها في هذا اليوم وهي الزيارة الأولى من نوعها لكم بعد تعيينكم كسفير لجمهورة المنزل العربية في السنغار هذه الدولة الكبيرة الدولة العلمية الدولة العظيمة التي تربطها بتوبة علاقات قديمة منذ أكثر من أربعين سنة وقد سبق للمشايخ الأزهر للشيخ الأزهر أن زارة توبة وصلها بمسجدها كما أشار إليه الآن السيد عفية بوسو في المسجد والشيخ محمد البشير باسم الخليفة وباسم كافة الأخوة المتعاونين معه في الإعادات للمقل توبة وهذه أكبر تزاهرة دينية إسلامية لا أقول في العالم أقول في أفريقيا أو في السنغارة على وجه الخصوص هو الآن بلا في هذه الإسلادات وهو رئيس لدينة تنظيمية لهذه الاعتفالات فباسم الشيخ الخليفة يرحب بكم في طوبة ويرحب بكم ويرحب الأزهر الشريف الذي يلافقكم في هذا العمل ويشكر الأزهر على كل الجهود التي يقومون بها منذ أكثر من خمسة وطرات سنة في دعم التعليم الإسلامي في السنغال وعلى وجه الخصوص في معهد الأزهر في سنغال وفي معهد الشيخ الخليفة هنا في طوبة إذن سوف نترك الله الكلام بلا كلمتكم إن شاء الله تعالى لكي يتكلم بسم الكلفة يشكركم على هذه الزيارة الشيخ محمد الباشير سوناك سلامة الأمبسادر بو إجيبت موفي نيو تيجينا بين كونمي في في سنغال لدي في زيادة بنيك بو منيو في في طوبة وفرق الله أن أترككم على اجمال يدد في المدينة فيما كنتم هذا هو تقود لدينا العلق سنغال إذا كنت اترككم في الغد سنغال سنغال وهو كان للاحظة جوّعها الذي يمتلك كنت من أشياء مطلوبة الذي يصبح يصبح من الأعزاء عندما يصبح من الأعزاء فهذا يصبح من قصور الاحزاء وقوم بشأن الكثير منها لذا هو يقولون أنه أمتلك أمتلك مفتوح من الأعزاء أمتلك المنزل الأنفال في وقت كما نتحدث من سنقل أميل ويقولون سنقل أميلا الذي يحصل على العداد من أن يكون أميلاً وصف على اجارة من ويحبا عندما قلت إلى الجماد وقالتنا بشانة في الجماد وقالت إلى الجماد وقالت وكذلك وقالت إلى الواقع و arbeدت مهمة وقالت على صوتوا في تلك الأمام وقالت لإمهور بعضنا سياة وقالت وقالت في هذا المجال عندما يبحثون الهدوان إن شاء الله سيحب الأقل على زوجة الأبيض ونعلن نقاط القاعدة التي تضح حول أن تكون السادسة سيحب الأغضاء التي تدفعناها بريق أن نحن المشاولة تتكب في حاجة الشخصة ويجب أن نحن المشاولة قضية الأغضاء سيطرق السبب بالوزرول التي يمكننا تراجع من معروفية على ساحرة, سيكون لركزلط المعارضة من جدًّي أنكم بالنسبة لأننا في المكان يمتلك كل داخار سيطرق الموضوع سيطرق المشاهد فعندما يقولون لا يمكن أن تكون الأم عندي إنها القاملة في شاب محمد كتوغا عد أسفل أن يكون الموضوعوية تحديث أمام عدم المنظمات الرئيسية أمام ابداقى إلى كل الأنفذائي سأنتموا في البداية ويوجد غالبا كثيرا من المنظمات الرئيسية تحديث أمام كثيرا وهذه النهاية التي لديها كانت تحديث الأنفذائي ويجب أن ت تتحديث يوسولها ان يغبت هذا وقت هذا طبعا إزال نهاية الدولي و birموطر أعطينا خلفه شكراً على الاستقبال مرة أخرى سعيدنا اليوم بزيارة مدينة طوبة وقد جئت إليها مع القنصل ورئيس البعث الأزهرية وممثل وزارة الأوقاف بالإضافة إلى بعض أعضاء البعث الأزهرية علاقة مصر قوية جداً بالسنغال البلدين شقيقين الشعبين يعني ممكن أنه شعب واحد وليس شعبين يوجد مشاعر طيبة سواء في مصر أو في السنغال إزاء الشعب الشقيق في البلد الأخرى وهذا ما لمسته أنا شخصياً من ساعة ما وصلت إلى السنغال زرت اليوم الجامعة والمكتبة والمسجد طبعاً الجامعة يوجد مجالات للتعاون كبيرة يمكن أن نبحث تعزيزها يوجد بالفعل هنا في السنغال السنغال بعثة أزهرية حوالي عددها سبعين مبعوث من ضمنهم أساتذة ودكاترة يمكن بالتعاون معكم فوراً تنظيم زيارات لهم علمية للجامعة للتدريس بمناهجها إذا ما كنتم تريدون سنبحث التعاون أيضاً في مجال الزراعة وتكنولوجيا الغذاء وفي مرحلة أخرى أيضاً الطب وهذه المجالات كلها للأزهر الشريف كليات في هذه التخصصات وسيكون من السهل له أن يرسل أساتذة إذا ما كنتم ترغبون في ذلك وهذا طبعاً سيحظى بدعم السفارة المصرية في دكار نحن سنكون نؤيد ونعزز طلابكم طوبة مدينة جميلة شعرت فيها بالسكينة منذ أن حضرت إليها وأتمنى لها أن تشهد ازدهاراً وأن تكون منارة للعلم في السنغال وليس في السنغال فقط بل في غرب إفريقيا وإفريقيا كلها شكراً للاستقبالكم ونتطلع إلى إن شاء الله إلى لقاء الخليفة نتمنى له الصحة والعافية وطولة العمر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه ومن وعلى ربس رحمه صدري ويسير لي أمري وحلو الوقتة من لساني خيفقه وقولي لقين لساني وحلو الله من الوقت وجعله الذاكراً وشاكراً أبدا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الخليفة بسم الخليفة بسم الخليفة بسم الخليفة بسم الخليفة ونسعد كثيراً بزيارتكم هذه ونشكركم جزيلاً شكر على هذه زيارة التي من شأنها أن يواطدا على علاقة الواطدا بين الشعبين الشقيقين مصر وسنغال عمتان ومصر وفريقا الموريدية خاصة الشيخ محمد البشير يرحب بكم ترحيباً في مدينتكم قوبا المحروسة وصعيد للغاية بوجودكم مع هنا والعلاقة بين الطريقة الموريدية ومصر والعلاقة قديمة معمتنا جداً وهناك أشياء كثيرة تدل على متانة هذه العلاقة منها العلاقة بين المؤسسة الأزهر أو المؤسسة الأزهر المؤسسة الأزهر التي أسازها الشيخ محمد المرطل وجامعة الأزهر في مصر و إن شاء الله هذه الزيارة تفتح آفاقاً جديداً و يوطب و يوزع التعاون بين الطريقة الموريدية و دولة مصر و دولة مصر أو جمهورية مصر كما تعرفون لها ما كان رفيعاً في العالم العربي والإسلامي و يقدم كثيراً ل المسلمين في كل دقاء العالم سعادة السفير الشيخ محمد البشير يرحب بكم من جديد و يشكركم جزيلاً شكراً و يشكر أيضاً الوافد رفيعاً رفيعاً المستوى الذي جاء معكم و شاحبكم لزيارة هذه المدينة المحروضة قوباً ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر